يا مرحبا مرحبا اليوم اعرفكم بكريم طالب في الثانوية العامة نشيطا خلوق بلحية كثيفة خفيفة المهم في كل يوم يجلس كريم كي يدرس ويريد ان يكسر العالم وبعد الجلوس تره لا يحقق شيء يلتهي ينام يلعب وفي نهاية اليوم اه كم يندم وهكذا الحال في كل يوم اعطيك اليوم ثلاثة نصائح خفيفة لطيفة لتركيز اكبر والان دعونا نبدأ اول نصيحة حدد مكانا مخصصا للدراسة لا ليست مجرد نصيحة عابرة ساشرح لك ذلك الطاولة التي كان يدرس عليها كريم هي نفس الطاولة التي كان يشاهد عليها مسلسله المفضل ونفس الطاولة التي يتناول عليها العشاء وحتى ايضا يأخذ قيلولة عليها طيب شرح لي اكثر بكل سرور العقل يا رفيقي مبني على امر اسمه الترابط فعندما ترى التلفاز لا اراديا تتذكر مسلسلك المفضل ترى المدرسة تتذكر اصدقائك وهكذا الامر فعندما يرى عقل كريم الطاولة فانه لا يدري هل يربطها بالاكل ام بالنوم ام بالتلفاز ام بالدراسة ولذلك لا يعطي تركيزا كاملا ابدا مهما حاول جاهدا فالنصيحة كالاتي وببساطة خصص مكانا محددا للدراسة فقط ان كان الطاولة فالامر جيد ان لم توجد طاولة فمكان على الارضية ابعدني قليلا عن المثالية وعن الترتيب فغايتنا الاساسية ان ننجز ان نفعل وليس ان نستعرض ونتحجج بالمثالية المهم خصص هذا المكان للدراسة فقط ان اردت له ابتعد بعيدا عنه الاكل في مكان اخر هذا المكان فقط للدراسة والان الى نصيحتنا الثانية تصرف من غير تفكير فمثلا احكي لك عن نفسي استيقظ صباحا وانا في سريري افكر يا الهي لدي دوام في المستشفى ومن بعدها دوام في مركز طبي ولا بد ان اصنع فيديو للمتابعين لدي زيارة لدي موعد فتران اكتأبت من اول صباحي وامسكت هاتفي اهرب من واقعي وخائفا من الخوض في مهامي اظن ان الامر قد حدث لك تفكر بكمية التراكم الكبيرة التي امامك فلا تنجز شيئا وهذا يقودني الى النصيحة التالية ورسخها في عقلك اعمل ونفذ مباشرة هل خلفك تراكم ودراسة مئة مهمة لا تفكر كثيرا فقط باشر وابدأ العمل فماذا ينفعك لو فكرت كثيرا ونفذت قليلا نفذ وتصرف من غير تفكير طويل نأتي الان الى اهم وافضل نصيحة في هذا الـ يا الهي انه هاتفي دائما دائما عندما اصل الى تركيزه يقاطعني هذا المغفل فالنصيحة هنا خفف من التشتيت ستقول لي انها مقاطعة بسيطة لا 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 سأريك كيف يعمل عقلك كي تفهم النصيحة اكثر داخل دماغك يوجد ما يسمى بالخلايا العصبية هذه واحدة وهذه الاخرى اين تخزن المعلومة التي تدرسها برأيك هنا تماما في هذا الفراغ بين الخليتين كلام سليم وارق من النسيم الان درسنا معلومة جديدة وسأمثلها لك بقطعة ورق مجعدة هذه هي عقلك الان يريد ان يخزنها بشكل جيد فماذا يفعل؟ يقوم من تلقاء نفسه بكي قطعة الورق هذه مرة وراء مرة وراء مرة وهكذا ستون مرة الى هنا الامر جيد ماذا لو ان عقلك وخلال كوي هذه المعلومة اتاه تنبيه من شيء حولك انظر سيترك كل شيء بيده وتذهب المعلومة وتعود الى المرحلة الصفر وستحتاج ان يعيد عقلك هذه العملية من اول وجديد هل عرفت مقدار السوء والتشتيت الذي يسببه لك الهاتف هذا التوضيح كان من كتاب فنصيحك التالي ابعد هاتفك قدر المستطاع عنك اطفئه وضعه اسفل تختك في غرفة اخرى المهم لا تسمعه ولا تراه ابدا اتفقنا بالملخص بعد هذا الفيديو اطفئ هاتفك وضعه في غرفة اخرى خصص مكانا فقط للدراسة طاولة ارضية ايا كانت لا تفكر كثيرا ابدا باشر فورا وحالا بالدراسة والعمل ولا نريد منك ان تطبق هذه المعلومة وان تخبرني بالنتيجة